السلام عليكم و مرحبا بكم من جديد على القناة و وصفة اليوم ان شاء الله هي طاجين بالبطاطة القصبية اللي هذا هو وقتها كتكون اكترية في فصل ديال الشتاء بنيكي كل برد انا غادي نصيب طاجين بالتجاج البلدي وبطاطة قصبية كتجي فعلا زوينة وبطاطة كتجي بحل زبدة نخليكم مع الوصفة اذا لهذا الوصفة تنحتاج و انا غادي ندير كيما قلت لكم الدجاج البلدي انا قطعت هنا عندي الدجاجة بلدية مقطعة انتم ما تقدروا تديرها مع الحمد الغنمي مشي مشكل كتجي مع هتها زوينة ولكن مع الدجاج البلدي صدقوني كتجي فعلا زوينة بثاف عندي هنا بصلة مقطعة غادي ندير معها هيا هي هادي بطاطة قصبية انا عندي هنا كيلو كي نزيد زيتون للمام طبيعة الحال البصلة مقطعة كيما قلت لكم عصير ديال النص حمدة كيتوتها معها مزيان عندي الملحة كوركوما والبزار وسكين جبير طري من الاحسن الى ما كانت جانتكم تديروا الغبرة والقصبرون مع الدنوس اللي غادي نقطع معها اذا هنا على بركتي الله غادي نبدأ غادي ناخد نجرة غادي ندير فيها زيت زيتون تقدروا تديرو حتى السمن الى بغيتو ولكن انا ما بغيتش ندير سمن حي ادر زيت زيتون باش تبقى للدة زيت زيتون اذا هنا انا قدرت تقريبا واحد نس كاس ديال العلبة زيت زيتون اغادي ندير دوك الطرف ديال الدجاج كيتقلوا بلا مندير لا ملحة ولا بزار يعني غادي نخلهم يتقلوا مزيان حتى يتحمروا اعاد وغادي ندوزوا باش نزيدوا عليهم البزار والبصلة والملحة اغادي نديرها كما اخبرتكم انا هنا اغادي نزيد البصلة انا قطعتها مربعات اغادي نزيد البصلة ونحرر كم عدد اغادي نديرهم في هذا اليناء هذا اغادي نزيد عليهم شوية الماء كوركومة بزار والملحة اغادي نزيد عليهم شوية الماء باش يدخلوا في سميته في الدجاج نفضلها الطريقة وانتو ما تقدروا تديرهم اكتر الشرون فوق اللحم ما يوجد مشكلة كيف تتمين باييك نزيد الماء نعيش شوية الماء ينحو الان نحاول ان ننهو الدقاء على ديك توابيل او البزار فيك ننخليهم شوية كي يتحمروا وكي يدخل في توابيل والماء تدخل في الحم اعاد وغادي نزيد الماء المل قدر الكافي الذي يطيب لكم فيه التجاج حيث هذا التجاج سيأخذ الوقت سيأخذ الوقت ولكن سيأخذ الوقت للطياب هنا لا ننسى أن نضيف سكين جبير إذا لم يكن لديكم سكين جبير سيأخذ سكين جبير جبير سيأخذ العصير نصح نضيفه على حمده لنضيفه على حمده ونضيفه على حمده لنضيفه على حمده حيث يحضر الوقت سكين جبير سيأخذ الوقت سيأخذ الوقت فوق النار متوسط ونضيفه على فرق سيأخذ الماء كما قلت لكم سوف يتكين على فرق هنا نضيفه ونضيفه كما قلت لكم نضيفه يمر لن يضيفه نقطع القصبر والمعدن نقطعهم بالمقس لا تستطيعهم بالموس او لا تتحنهم نقطعهم بالمقس نقطعهم بالمقس وسهل كما ترى نقطعها 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 من الوقت تقريبا ساعة حتى 20 دقائق نقوم بحاجة لتجمعها سوف نضع الكبار في الجنب سوف نضع العسير من الصحام سوف نضع الكبار في الجنب سوف نضع المضاق سوف نضع المضاق سوف نضع المضاق سوف نضع الكبار في الجنب سوف نضع المضاق سوف نضع الطاجين سوف نضع الطاجين كما قلت لكم تتقس بها حيطها 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 بوحدها سوف نضع الطاجين كما تعرفون نضع الطاجين المغربي دائما نضع الحم ونضع الخضراء في الجناب ونضع الحم ونستخدم الحم ونستخدم عليها بعدها نضع لك كما حرائятся ونستغل سوف نضع طاجات السنة ونستخدم خضرات في الجنة سوف نستخدم خضرات كما تشاهدون سخونة نحاول أن ننهزها بشوية لكي لا تكسر وكي تبقى سخونة نستفعها في الطاجين كما قلت لكم كل واحد يستفع من بعد سأخبر لكم الشكل كما قلت لكم سوف نزوقهم بشوية عريشات ثلاثة المعدنس ها هو الطاجين يجب فعلا الديد يجب فعلا الديد يجب فعلا الرواء يجب عقدة خاطرة وفعلا يجب فعلا الزبدة لديدة بزف 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 نتمنى انكم تجربوها نتمنى الفيديو دليوم يكون عجبكم لا تنسوا لايك ولكن اول مرة تجربوا القناة لا تنسوش تشتركوا تلو فريوسكو سلامة